مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة مئة من الدرس 24 إنشاء أشكال هندسية الجزء الثاني أولا ألاحظ وأطوي ورقة كما هو مبين في الرسم إذن قد نأخذ واحد الورقة وقدي نطويها كما هو مبين عندنا في الرسم إذن هذه الورقة نطويها كما عندنا في الشكل الجوج نطويها هكذا ثم ثلاثة قد نفتحها ثم أربعة قد نرسمه مستقيم باستعمال المصطرة وباستعمال القلم سنرسمه مستقيم نتبعه على الخط دي الخط الطي الخط اللي يطوين عليه غيرتبعه له فملك الرسموك نحصله على مستقيم نلاحظه فهذا مستقيم مستقيم بالفرنسية ضغوات ضغوات فهذا مستقيم مستقيم يعني غادي نيشن مستقيم ضغوات ثانيا ألون الخط المستقيم بالأزرق والمنحني بالأحمر إذن المستقيم غادي نلونه بالأزرق مستقيم اللي غادي نيشن فهذا خط المستقيم كما كنلاحظه قد نعود عليه بالأزرق والمنحاني يعني اللي منحاني لما غاديش نيشان بالأحمر فعندنا هذا منحاني هذا منحاني أما هذا فهو منكسير فهو منكسير غادي هو يتكسر كما كا أو تاني يتكسر كما كا فهذا منكسير هذا منحاني وهذا مستقيم ثالثا أستخدم المصطرة لغاقل وأصل النقط لرسم أشكال هندسية فوغم جيومتريك يعني نسعمل المصطرة باش رسمو الأشكال فمشانا هنا عندنا لحيضوا ربعادي للنقط يعني ربعادي للرؤوس سنصيل كل نقطة بالأخرى باستعمال المصطرة وغاقل من الرصاص هذه النقطة ثم هذه وغادي نشوفوا الشكل اللي غادي نحصله إليه إذن اسم هذا الشكل فكنا لاحظوا بأن الأضلع دي لهذا الشكل لاحظوا عندنا اثنان ونص هنا يلا جوج إذن فباش نحصلوا على مربع كيخصنا نديرو اثنان ونص في كل ضلع كيخصنا نجيبوشها لنين اثنان ونص حتى لنين ثم غادي نمددو ها الضلع هذا وايضا غادي نمددو هاد الضلع هذا ده بحصلنا على مربع ثم غادي نمسحه الضلع اللي كنا نرسمناه قبيلة لأن باش نحصل على المربع كيخص يكون عندنا الأضلع كلها متقايسة لأن المربع أضلعه متقايسة فالآن حصلنا على مربع اسم الشكلي ونكتبوه هنا مربع فمعطونا الشكل خاطئ للمربع لأن الأضلع دي له متقايسة ثم في الشكل التاني سنصيل كل نقطة بالأخرى كما هيك ثم كل نقطة بالأخرى إذن اسم الشكلي فكاللاحظه الطول والعرض إذن مستطيل مستطيل أما الشكل الأول ثلاثة ديال النقط يعني ثلاثة ديال الرؤوس فالتالي فهو مثلث المثلث عنده ثلاثة ديال الرؤوس ثلاثة ديال الأضلع بعد أن نصل النقط فيما بينها نحصل على مثلث إذن اسم الشكلي نكتبوه هنا يا مثلث ثلاثة ديال رابعاً ألاحظه وأحدد النقط التي هي على المستقيم نفسه ثم أرسمه سنحدد النقط اللي جاية في خط واحد ورسمه الخط لي هو مستقيم فمتلا أ E G هذو النقط هذه بتلاتة الجيين في خط واحد من هذا المستقيم هذا يمر من هذو النقط بتلاتة ثم كذلك كذلك هذو النقاط جاي في خط واحد إذن هذو هم النقاط اللي جايين في خط واحد يعني جايين في نفس المستقيم وانتنا A E J وفي B E D أتذكر خط المستقيم ضغبات قطعة مستقيمة سيجمون دو دغوات سيجمون دو دغوات سيجمون يعني قطعة مستقيم قلنا دغوات قطعة سيجمون مستطيلون غيكتونجل مثلثون تغيونجل مربعون كاري كاري تغيونجل غيكتونجل نمر إلى صفحة 101 وقوموا وأدعموا تعلماتي خامسا ألون بالأحمر بطاقة كل مستقيم ضغوط البطاقة كل مستقيم في المستقيم هو الخط إذن فهذا كاللحظه مستقيم واللون البطاقة دياله أما هذا فهو خط منكسير هذا خط مستقيم إذن فهو مستقيم وهنا عندنا خط منحني يعني حني فما غيرش اللونه فعندنا هذا مستقيم وهذا مستقيم سادسا أستخدم المصطرة لأرسم مستقيما يمر بالنقطتين الملونتين بالأحمر أستعملوا المصطرة بشر رسمه مستقيم كمر من النقطتين لimarه بالحمر أنا غدي نخذه المصطرة غدي نقدوا نيشا مع النقطتين ونرسمه هذا المستقيم هيدا يمر من النقطتين هذا المستقيم ما عندهش لحد من هذا الجهه وما عندهش لعد من هذا الجهه فبتالي غدي نفوته على هذن نقطة وعلى هذن نقطة ثم غدي رسمه قطعة مستقيمة سيغموندو دهروت طرفاها النقطتان الملونتان بالأخضر أما القطعة فكتكون محدودة يعني عندها لحد من هاتي الجه قد نحبسه لحد النقطة الخضرة ونحبسه لحد النقطة الخضرة إذن فهذه قطعة يعني عندها لحد الهاتي الجه وعندها لحد الجهة الخضرة هذه قطعة أما المستقيم فهو ليس له حد لمن هاتي جه لمن هاتي جه هذا هو الفرق ما بين مستقيم مع قطعة. القطعة كنا محدودة من هذه الجهة ومن هذه الجهة. اما المستقيم فلا حدود له. فلا حدود له من الجهتين. ما عندوش لحد من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. سابعا اكمل رسم الاشكال التالية. سنكمل الرسم دي لهذه الاشكال. مربع. اذا المربع. انا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. في الاضلع دياله متقايسة. قد نديروا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. ثم واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. اذا. قد ناخده. مسترة ورسمها الضلع. ثم رسمها الضلع. مثلث. الضلع. ده الموت ثلاثة عندوه ثلاثة ديال الاضلع مستطيل. ثم عندنا العرض واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة هنا اذا هذا مستطيل مثلث ومربع. اذا مربع ومثلث ومستطيل. نمر الى التمرين الثامن. اكمل رسم وتلوين الشكل واكتب اسمه. اذا غد نكملوه الرسم ديال كل شكل. ثم اللونه ونكتبوه الاسم ديال كل كل واحد. غد نكملوه هالضلع هذا. كذلك غد نكملو الرسم ديال هالضلع. فكرا لاحظوه هنحصلوه على متلت. المتلت. اما هاد الشكل هادا غد نكملوه هالضلع. وايضا غد نكملو الرسم ديال هالضلع. غد نحصلوه على مستطيل. ثم نكملوه هالضلع. ثم نكملوه هالضلع. فكننحصلوه كما كتلاحظو. هذا مربع. اذا مثلت. هذا مثلت. هذا مثلت. هذا مثلت. هذا مثلت. مستطيل ومربع. فبقلنا تلوين. بنا غد نلونه بالاصفر نكملوه. المتلت. ثم المستطيل بالازرق. قلنا هالضلع هذا اللي ملون شغل نكملو تلوين دياله. ثم بالبرتقالي. نكملو تلوين دياله مربع. ثم بالبرتقالي مربع. تاسعا. اشطب الجواب الخطأ. يتكون الشكل من قطع مستقيمة المستطيل. وشكي تكون من قطع مستقيمة. ممكن اللحظو عنده الطول والعرض. اذا فهذه قطعة مستقيمية. هذه قطعة مستقيمية. قطعة مستقيمية. قطعة مستقيمية. اذا نعم فالجواب الخطأ هو لا. القرص هل يتكون من قطع مستقيمية. فخطأ. اذا لا. طبعا نعم. المستطيل كي تكون من قطع مستقيمة. نعم. اما القرص فهو لا يتكون من قطع مستقيمة. عاشرا. كلمة. قطعة. قطعة. هذا نعم. اذا نعم فعلتاً. فقال الترتيب التزايد. نعم نعم نزيد أن نبدؤهم من الأصغر إلى الأكبر. النعم. ونعم نعم لأعداد لرسم كل زخرفتين. ثم نعم لأجد قطع. هذه الزخرة فلا سنحصي عليها فنبدأ بالشكل الأول عندنا واحد بعده الرقم اثنان ثم اثنان سنصلها إلى ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ثم ستة سبعة ثم تمانية فنحصل على الشكل هذا ثم نمشيه للشكل الثاني إذن واحد نضيفه الجوج فالهدف منتمر هو أننا نرسمه قطع مستقيمة الجوج نضيفه الثلاثة أربعة خمسة ثم ستة سبعة ثمانية فتسعة فنحصل على هذين الشكلين فبقرنا نلونهم أنتم تختاروا ألوان كل واحدة يختار اللون اللي يعجبه أو للألوان اللي يعجبته فنلون هذا الشكل ثم لون هذا الشكل هذا وبهذا ننهي تمرين صفحة 101 ننتقي في الصفحة 102 أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي يضايرة أمامكم في البليلتس أو بالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوظف إلى اللقاء